أهلا بحضراتكم من جديد شفنا في كل اللي فات كل الناس اللي بتنسج كل نظريات المؤامرة على منوالي الأهلي والأهلي اللي ورا كل حاجة طيب ولما الأمر يتعلق بالتناول الإعلامي إيه رأيكم في فكرة ازدواجية المعايير وهي واحدة من خطايا الأداء الإعلامي الرياضي اللي من دي ون المالك والتحكيمي كنا في استمرار بنكلم فيه فيه ازدواجية مش بس في التحكيم ولا حتى في القرارات الإدارية من اتحادات أو مجالس إدارات اتحاد الكرة المتعاقبة لا حتى من الإعلام من يومين الكابتن متحد شلبي مشكورا ساند الزمالك بقوة في منجدته لفرجاني ساسي ارجع يا ساسي ارجع يا ساسي وخل دماغك في راسك الزمالك عملك كتير على فكرة كان معي حق متحد شلبي وهو بيقول الكلام ده فرجاني جمهور بيحبك يا ابني ودي نعمة عظيمة جدا وان انت كلعب كرة قدم انت ضامن ان انت هتفضل متقلق في هذا النادي لان خلاص انت حطيت بصمتك واخدت سكتك وعلية مراسيك كلها وبالتالي هتفضل ضامن التقلق انت لو انتنقلت النادي آخر زي ما حصل معك في السعودية يا فرجاني انت ما كنت كنت ولا حاجة في السعودية ما كنت احترام ليك ولا حاجة والناس بعد السنة دي قالوا لك شكرا فعلينا كده قوي ان انت تلعب لي تمام متشاد في الدوري منهم ثلاثة اساسي ضد الفرق الهبطة وخمسة بتلعب لي كم دقيقة وعايش تاخد قد كده شكرا مع السلام قد يحدث معك هذا في نادي آخر ولا تضمن عصفورهم في اليد خيرهم من عشرة على الشجرة يا ابني وما تخليش الدولارات الزيادة تعميك لانه ممكن انت مش شايف قدام لكن قدام هو لنا بقوله لك ده خد الخبراء احيانا الواحد في مكانه ما يعرفش قيمة المكان لما يسيب المكان ويروح مكان آخر حتى ولو بفلوس مضاعفة المضاعفة يندم على المكان يا المكان ده اللي بيصنع بيصنعك ده اللي بيصنعك فانت وجدت نفسك والجمهور حبك لا تغامر والطمع مش حلو يا فرجاني والله كلام جميل جدا شبه المصلحة العامة وشبه الدعم اللي احنا عايزينه في كل شيء ومعيار من المعايير الهمة جدا لانكو احنا نتمنى من الاعلام ان تساند الاندية في هذه المواقف ده الكلام ده لم يتعلق الامر باندية بخلاف الاهلي هل ده موقف الكابتن متحة شلبي في اي شأن يخص الاهلي تعالوا شوفه وبعدين هالفتح لا احمد فتحي ورمضان صبحي عقدهم كان بينتهي نفس موقف سياسي نفس الموقف لاعب عقده بينتهي كان موقف الكابتن متحتين ده اللي انا عايزة كان نفسي يسمعوه اه انت يعني رمضان انتهى عقده زي احمد فتحي بالظبط فاختار زي احمد فتحي بظبط انه هو يروح بيراملز لا فرق اطلاقا احمد فتحي كمل لنهاية الموسم لان هذا عقده لنهاية الموسم رمضان صبحي كمل لنهاية عقده لان هذا هو عقده هنا يقف وخلاص ما يقدرش يلعب تاني مع النادي الاهل ده كمل عقده ومشي وده كمل عقده ومشي ايه الفرق من ده ومن ده لا يوجد فرق على الاطلاق اذا اعتبرت ان رمضان صبحي اشترى نادي بيراملز على حساب النادي الاهل فلتعتبر احمد فتحي اشترى نادي بيراملز على حساب النادي الاهل واذا اعتبرت ان احمد فتحي ما عندوش مشكلة اعتبر ان رمضان صبحي ما عندوش مشكلة ده رأيه بقوله بموضوعية شديدة وبامانة شديدة بموضوعية وامانة لانك انت شفت ان دي ناس عودة خلصته من حقيقة تروح لحتالة تعجبه طيب ما هو انت ما تعملتش في الامر الجديد ده بنفس الطريقة ان من حقه يروح اي حتة بعد نهاية عقده ده انت بتنجله انت ما عملتش بطولات انت ما عملتش ما عملتش ما تذكرتش النجوم دي ان هي تاريخها مرتبط بالنادي الاهلي خالص وعلى فكرة انا ليه بقول هذا الكلام لان ده مش اول موقف ليك ايام كابتن عصام الحضر يا استاذ ابراهيم من حقه يحترف معيني كان القضية مش قضية حقه يحترف لا طبعا من حقه يحترف ده خرق عقده وعدم استكمال عقده وفي اثناء الموسم وبعد ما القيمة الاخريقية تقدمت والاسهم جدد وكان ما عندناش جون نقدر نضيفه بداله مليون قصة ولكن للتماثل العزر لما راح النادي الاسماعيلي وانقطع عن التدريب لسبب او لاخر قال له لا ده انا اللي هقفلك بقى احترم تعقداتك يا عصام وانا دخلت عملت وقلت له اهنيك على ان كتا بتطالب الكابتن عصام باحترام عقده مع الاسماعيلي قال لي متشاكر يا كابتو قلت له بس ده ما كانش موقفك منه مع النادي الاهلي نفس القصة نفس القصة مع كابتن حسني عبدالرب في كل قضية حتى في البس التلفزيوني تكتشف ان الكابتن متحت مع النادي الاهلي وهذا امر مش مفهوم لا يرى للآله حقا في اي موقف مع ان في كل المواقف المماثلة كل الحق للاندية على حساب اللاعبة بكل موضعية وانا واحنا عايزينك المساندة والمعيار وبقى واحد عشان الناس ما بتنساش يا كابتن متحت يعني انت يعني بتاريخك الطويل وخبراتك العميقة في الاعلام يعني ما تعتمدش على ذاكرة السمكة عند الناس لان لأ المواقف دي مسجلة والرجوع اليها مسألة سهلة جدا 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 ادعم في اتجاه استقرار الاندية وحقوق الاندية ودي الحق زي ما هو قال كده قال من حق اساس يعمل بس انا بقول له اللي عملك واللي عملك واللي عملك يعني برضو بيفكروا بيفكر ان يشتغل على مشاعر ويساعد نادي الزمالك خلي ما تسطك واحدة هحطك على رأسنا من فوق لكن اللي خرجوا من الاهلي اتساعدوا اتسهلت لهم اتبررت لهم كل حاجة ايش حالك اليوم بقى الان الموقف ايه الكابتن او الزميل هاني حتحوت قال التلاتة المنضمين من الاهلي الى بيرامدز التلاتة كل واحد عنده مشكلة شريف اكرامي عنده مشكلة ادارية في ادارة الفريق مش فنية شايف انه الفريق نفسه اللعيبة نفسها مش ما بتشتغلش على ان هي تجيب نتائج وهو اللي بيشتغل على هو والجهاز الفني على ضرورة خلق الحوافز عند اللاعبين اللي هي يراها غير موجودة رغم الامكانيات المتاح ورغم عوامل النجاح اللي ممكن تكون متوفرة في النادي احمد فتحي عنده مشكلة هوية حتى الان احمد فتحي مش مقتنع بقراره بالانتقال الى بيرامدز بمعنى انه هو حتى الان بيسأل نفسه وبيسأل المقربين منه هو انا قراري بان انا العب في بيرامدز صح ولا كنت المفروض اوافق بعرض الاهلي فالحد النهاردة هو ما اقتنعش تمام الاقتنع ان دي الخطوة الانسب برغم انه هو اخدها بنفسه يعني لكن ده عامل له مشكلة انه مش هو احمد فتحي بتاع انه انا عايز العب كل المطشاط او احمد فتحي بتاع انه انا عايز اكسب كل المطشاط دي عامل له مشكلة هوية يعني الانتقال من الاهلي بهذه الجماهلية بهذه الشعبية بهذا التاريخ اللي بيرامدز اللي هو شكل مختلف تماما من شكل التنافس رمضان صبحي عنده مشكلة فنية وجماهيرية فنية انه حاسس انه ما بيتساعدش جوه ارض الملعب بالمساعدة اللي هو مستنيها علشان يعرف يبقى هو اللي الناس كلها بصالوا على انه يجيب بجوال فهو حاسس انه مش متساعد عشان يعمل ده تاني حاجة مشكلة جماهيرية انه طوال الوقت ما زال متأثرا بالهجمات الجماهيرية اللي موجودة عليه فدي مشكلة اللاعبين طيب الكلام ده والعوه ده على الراوي ده على مسؤولية ورؤية الكابتن هاني حتحوت ولكن اللي يعنيني منها الجزء اللي كل الناس شايفه تأثير خروج نجوم كبار من الاندية المنافسة عليهم ايه وازاي ان النادي القالي بيتعامل مع هذا الامر حال خروج نجوم مؤسرين جدا زي النجوم اللي ذكرناهم كلهم دول وبدل ما يقعد يقول فلان حرد وفلان عمل وصل الوكيل فلان وعايز يخرب النادي وتقالي الكلام ده ولكن المسؤولين لم يتوقفوا امامه يمكبروش الموضوع اكبر من حجمه وسعوا الى انه هما يسدوا الصغرات اللي ممكن تكون حد السنة فماذا حدث نسمع الكابتن طارق يحيى وهو بيقول الاهلي بتعامل في المسائل دي ازاي طيب الفترة اللي فاتت بقيت تضرب امثال بالنادي الاهلي هل بي لقيمة النادي الاهلي وقوة النادي الاهلي سواء في الفريق او في الادارة او في حاجات كتير جدا لا انا قلت لما بجدرب مثلا بالنادي الاهلي انا لما قلت ان في لعيبة مثلا مشت في النادي الاهلي لعيبة خبرة ولعيبة كبيرة والاهلي خد بطلاط في بعض اللعيبة المؤثرين الكبار انت بتتكلم على حسام عشور بتتكلم على لو يعني مثلا كابتن النادي الاهلي التاريخي واكثر واحد واخر احمد فاتحي رمضان صبحي عبدالله السعيد شريف اكرامي هل ده يعني هل دول لعيبة ليلة لا طبعا لعيبة كبيرة ولكن فانا ضربت المثل ده هو زعل حد يعني المثل ده ولا حاجة لا خالص خالص انا بس اللي بطرحه زحلان انت من المثل ده لا والله خالص بالعكب والله كابتن طرقحي عايز يقولي الحقيقة ولكن الموضوع ده زعل حد خايف يكون ان الكلام ده يزعل حد حيزعل طبعا الناس اللي هي عايزة تروح في سكت يعني الغيبيات والأوهام والكلام ده لكن مش عايزة مش عايزة على اي حد بيتعامل مع الحقائق والواقع لان انت وانت بتقول كده انت بتقر واقع كيف يتعامل الآلي في خروج هؤلاء نجوم الكبار مع العلم بقى ان كل النجوم دول خرجوا واستنوا في الدور المصري النهاردة النجاز والأساسي ولا اي حد مش هيقعد في الدور المصري صحيح وهو ده اللي احنا بنقوله يعني يعني احنا واحنا بنقول الشيم والفيم والكلام ده ان ساعاته يحصل كلام لمدعبة ومغازلة مشاعر الجماهير مش مش للإصلاح ولا ذكر الحقائق طيب ازا كان في لعيبة بتخرج من الاهلي بتصون النعمة وفي لعيبة ما بتصونش ده ما بتصونش العشرة ولا فضل ولا بتذكر ولا 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 حاجة وانتم متابعين كل النماذج على فكرة متابعين نماذج لولا انها لعبت في الناد الأهلي تقريبا محدش كان هيعرف اسمها بس بتسيقوا وبتخبطوا وبتقول اللي بتقولوا وانا قلت كتير الجمهور عارف وفاهم وفارس كويس لكن على النحية التالية لا في ناس عندها أصل في ناس مقدر النعمة في ناس عارفة فضل الأهلي عليها وحفظ القيمة واحد من دول كان الكابتن محمد سمير مدافع الناد الأهلي اللي كان من ناشئين الناد الأهلي ولعب فترة كويسة في الفريق الأول وشاهد ظروف الفريق انه ينتقل للمؤولين وعامل تجربة هيلة جدا مع المؤولين لكن مازال رأيه في الأهلي ايه إذا العيب في النادي الأهلي وبياخد رقم مثلا وتعرض عليه أي نادي تاني مافيش مقارنة طاقة مافيش إيه مقارنة مافيش مقارنة خالص خالص مافيش مقارنة خالص انت بتهرج يعني انت عشان تعمل كده بقى انت بتهرج 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 طبعا وتبتتكلم في ايه يعني انت عايز إيه انت عايز إيه انت عايز فلوس خلاص أنا ما عنديش مشكلة إنما هاتواعد تقول لي لأ بطولات لأ طب انت لو انت تحطيت في الموقف ده انت في النادي الهيلي مثلا بس انا اتجابني بصراحة بص انا عارف انت هتقول ايه جابني بصراحة ماشي ما انا عارف انت هتقول ايه وبتقال لك يا سيدي بص انت هتجدد عقدك وتمام احندي لك يا عام اه اتناشر تلاتاشر مليون اربع تاشر خمستاشر مليون حلوة السيغة دي خلا وجي نادي تاني قال لك والله يا بص احنا هندي لك يا سيدي ستين مليون سبعين مليون. بص. عشان باش باجدب عليك. ماشي? انا متحططتش في المواقف ده فلي ايده في المية. مزي ايده في النور. مواقف مرعب. بس انا انا بالنسباني النادي الاهلي ايه لا. موضوع مختلف تماما تماما. مش هفكر والله. مش هتفكر. انت جريء وصريح زيادة عن لزوم. مش مش جرأة هي دي الحقيقة. اه. يعني انت. كانت مصر كلها. انت مش لاعيب في الاهلي انت اهلاوي. والله مش كسة والله. بس دي حقيقة. والله يا براهم دي حقيقة. اللي بيخرج من الاهلي بيتطفي. بيتطفي بمعرض كلمة. بيتطفي. اتفرج انت كده. يعني اتفرج. وهتلاقي الموضوع مختلف تماما. تماما. يعني اتفرج كده على اي حد بيخرج من الاهلي وهو ببرة. انت حسيت شعور. طبعا. مفيش اصلا مكرنة. يعني انت بتكلم في ايه. مفيش مكرنة. بقولك خالص.